صباح الخير عاملين اي رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض روتين كده جديد. هوريكم روتين اليوم بتاعي بيمشي ازاي. اه من بعد العيد يعني. هو روتين هيبقى خفيف ان شاء الله. اه اول حاجة بس انا دخلت كده المبخاندي عشان نعمل الفطور. تمام? لتعمل النسكة فيه كده بس عشان يفوقني عشان نقدر نكمل بقيته اليوم مع بعض. اه وبس كده. ده الوقتي بقى هندخل عالغدا هنعمل مع بعض كده فرخ ما شوية في الجريل لتعمها يبقى حلو قوي قوي ان شاء الله. بس ان جبت الفرحة كده قطعتها. وبعدين خرمتها كده بالسكينة. واحط بقى عندي التوابل. لتاول بتاعتي مية بصل وبشرة اماطم. وكمان شوية بهارات فراخ وفلفل اسود وبهارات مشكلة. اه معلقة كبيرة كده من الزبادي وكمان شوية من الخل. واحط شوية من الكركم والبابريكة عشان يديها لون كده. اه حلو. تمام? اول حاجة كده عندي هنزل بمية البصل. وبعدين آآ آآ مية التماطم. دي تماطمية جبتها بشرتها وخدت التفل بتاعها كده بالمية. كمان احط عليها شوية من الفلفل الاسود. وكمان شوية من البهارات. دي بهارات مشكلة. هحطوا بقى كده شوية من الكركم. بيدي الفراخ طاعة آآ لون حلو قوي برضو. وكمان شوية كده من البابريكة. اه بالمنظر ده. بجد الفراخ دي طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وكمان بحط شوية كده من الخل. الخل بيطاري عندي الفراخ جدا جدا. بص دي اكلة سهلة وسريعة وكمان طعمها حلو قوي. ودي كده انا حطتها معلقة صغيرة من بهارات الفراخ وكمان شوية عندي من الملح. اهو كده. ودي عندي معلقة كده من الزبادي لو عايز تحطيها ماشي مش عايزة خلص. يعني انا سعب بعملها بالزبادي وساعة بعملها من غيرها. عبتدي بقى دلوقتي قلبس بس الجوانتي كده. ونبتدي بقى نتبل الفرخة معي كويس جدا. اهم حاجة في الفريخة ان تبصي تجيب السكينة كده وتشققيها بيها. تعملي فيها فتحات صغيرة عشان التدبيلة تدخل جوها اللحم واللحم نفسه يبقى طعمه حلو. هتببلها بقى كده كويس معي من جوه من برم من كل حتة. وهبتدي اسابها بقى عندي. اهم حاجة ان انت تسيبها في التدبيلة شوية حلوين. اهو بالشكل ده. هبتدي اغطيها بقى. وهسابها عندي في التدبيلة في التلاجة تقعد حوالي ساعة او ساعتين. وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا كده بقى خلاص بترفر خانتي تتبل في التلاجة كنت طالبة اردر كده خضار وفاكهة يعني. فلسه جيد دلوقتي. آآ بصوا آآ دوات بتاع فارم فريش. بتاع الخضار والفاكهة حلو جدا جدا بيوصل لحد البيت بصوا بيجيبوا الحاجة حلوة ونظيفة ازاي? ابتدي بقى فضي الحوض عشان نخسل الخضار ده كده مع بعض دلوقتي. كده خلاص انا قلت بس ادعك كم حاجة اللي في الحوض كده عشان اعرف اخسر الخضار فيه. تمام? هبتدي ادعك بقى الكبات والحاجة دي معي كده بسرع. اهو كده. انا بحب عمات هنختار اجيبه ونقعه كده في مية وخل عشان ينضف. لو فيه اي حاجة. آآ ما مش بحب يعني اخده كده مواشيره كده على طول في التلاجة وكوان يبقى سهل علي اول لما استخدمه اخده كده على طول في التلاجة واستخدمه على طول. بجد الجروب ده بيسهل علي حاجات كتير او بيجيب لي الخضار والفاكهة اللي انا عايزة كله لحد البيت. اهو كده هاخسل كل حاجة معي. يعني ما كانتش عندي حاجة كتير في الحوت وبعد ما اه بعد ما اخلص بقى هبتزيد دلوقتي قدعك الحوت كويس جدا جدا علشان حط فيه بقى الخضار. تمام? بصراحة التواريقة دي طويلة شاي بس بتريحني في الخضار بعد كده بيكون نزيف قدامي في التلاجة باستخدمه على طول. كده خلاص نضفت الحوت بقى وحطيت السددة بتاعته دي وهبتزي بقى اه افضي الخضار كده معي. اه والفاكهة اللي انا عايزة اخسله بس انا مش اخسل الكميات كلها لان انا بجيب كمية كبيرة كافيني اسبوعين على بعض. فهبتزي اخسل منهم شوية والباقي مش هخسله هسيبه في التلاجة كده علشان المية ساعد بتدب الخضار بسرعة. فهبتزي افضي كده الخضار معي. اهو كده انا غسلت بس الطماطم كلها لان انا هعصرها. هبتزي بقى من الحوت كده بالمية. وبعدين هسيبها اه الخضار يتنقى فيه حوالي عشر دقيق كده. اه بالمية والخل علشان لو في اي حاجة تنزل منه. تمام? وده التين عندي هبتدي برضو افضيه بس هفضيه في طبق الواحده عشان هو مش هيستحمل يعطي في المية كتير. فهفضيه في طبق الواحده وانقعه برضو بشوية من الخل كده بس شوية صغيرين عشان ما يتهريش معي. نحط بقى شوية كده من الخل واسيبه بقى يتنقع مع بعض. كده انا سبت الخضار خلص يتنقع معيه عشر دقيق كده. آآ شلت لسد دم الحود وهتدي بقى ادعك الخضار كويس قوي. وطلعت المصفى بتاعت الحود. وحطيت الخضار يتصف عليه. انا مش بحب استخدامه على طول عشان بتضيق لي الحود. وانا بصراح بحبه كبيرة عشان ياخد كل الاطبق وكده. بس طلعته وبصفي عليه الخضار بتبقى حلو قوي. فهخسر له كويس جدا جدا. واسيبه لحد ما يتصفى خالص. وبعدين نحطه في الكيس بقى واشيله في التلاجة مع بعض. كده الخضار انا سبته لحد ما نشف خالص وبعدين حطته بقى في الاكيس ولفت الفلفل كده بستريتش بيود معي مدة طويلة في التلاجة. كده خلاص سبت الفرح عندي تتبل كده لمدة ساعتين في التلاجة. وجايزت عندي اللي حطت فيها شوية تزيد وسبتها لغاية ما تسخن خالص على نار عالية. علشان مش عايز الفراخ تنزل المية بتاعتها. بصو احطها كده هتاخد تشويحة كده حلو قوي وتديني لون زي المشوية بالزبط. هبتدي بقى نزل الفراخ كده واحدة واحدة مش هنزلهم كلهم مع بعض علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. كل ده طبعا على نار عالي. تمام? بحطها على الوش اللي فيه اللحم الاول بعدين هقلبه عن ناحية التانية. كده خلوصا حطقت الفراخ كلها وسبتها المدد مسلا دقتين على اول ناحية دي. وبعدين بقى بقلبها عن ناحية التانية كمان عشان الفرخة تاخد لون من كل الجوانب. بصو اللون اللي شاوي بتاعة بيبقى حلو ازاي? او بالشكل ده. كده خلوص بعد ما قلبتها كمان عن ناحية التانية بشوف لو الجناب برضو محتاجة تاخد لون بقى حاملها. اهو? بتديني لون حلو قوي قوي. وبعدين بقيت بقى السوس اللي طبلت فيه الفرخة هبتدي انزل بيه وحطه في الجريل كده. ايه الفراخ هي هزود لها بقى كمان شوية كده من ميا المغلية. وهبتدي بقى اوطي النار وقف الجريل عليها. لحد ما تستوي بروحتها. دلوقتي بقى دخلت عالبالاكون هشيل الغسيل دوت وحط غسيل تاني مكان. بصونا هعمل معها كمان شوية مكارونة. وكمان اعمل شوية من الشيبسي. بصو ده الشيبسي بقطعه وبنعه في مياه سقعة وخل وملح. وبعدين بطلعه كده بصو لما تيجي تطلعوه وطلعوه في اي مصفة كده. ما تحطوش على المناديل. حطيتوا المناديل بيشرب مياه كده. لكن هنا بيخليه مقرمش وحلوة قوي. بصرح المهمة اللي كتايلالي على الطريقة دي ومن ساعتها بيت البطاطس والشيبسي بيطلع مقرمشها بحلوة جدا جدا. بصو كده خلاص الفرخة استويت معي. ما خدتش بالزبط نص ساعة. نص ساعة وخمس زي كده. هبتدي بقى غريفها دلوقتي. والسوس دوت هبتدي حطوه عليها كده من فوق. رحيتها بقى حلوة جدا جدا. وطعمها زي المشوي بالزبط كمان. بصو كده دي شكل الفراغ بعد ما تلعت خلاص. وكمان الشيبسي معي اهو بصو ارمش وحلو ازاي. جرجوا الطريقة دي هيطلع معكو حلو جدا جدا. كمان عملت شوية مكرونة بس هنروح بقى نتغدى وارجعلكم تاني. كده خلاص بقى اتغدينا. وقعدت كده استريح شوية عملت المطبخ وخلصته. قلت بقى اقوم اعمال لي كده كوباية شاي. واقعد استريح بقى شوية عشان نشوف هنعمل ايه تاني. نخلص خلصت المطبخ بتاعي. كنت عايزة دا وليكو الشاي ده تعمه حلو جدا جدا. وبيطلع الشاي فيه مظبوط قوي قوي. لو عايزة تقيل بتسيب الفتلة شوية لو عايزة يعني آآ عادي بتبتدي تصبيه وتسيبيه بقى. بتحطيه بس كده دقيقة واحدة. وبعدين تقلبي كويس وبقى كده تشليه. هنا معلش الستان دي كان اعمال يتحرك مني. هبتدي اقلبه كده. بقى انا بحب اقلبه كده كويس. وبعدين بشيل الفتلة على طول. بيطلع مياه مظبوط وحلو جدا جدا. خمان خدت حتة الكيك دي كيك بتاع دريم اللي هي بالشوكولاتة حلو قوي قوي برضو وطعمها جميل. وبس كده اروح اشرب الشاي وعد اتفرج شوية لأي حاجة. وهريكو بقى هنامل ايتين. كده خلاص بقى اليوم بتاعنا خلص الحمد الله. هدخل بس اخد شوار كده على طول وبعدين هخسل سناني. وكمان بحب اغسل الوشي بالغسول بتاع غرنيه دوات حلو قوي قوي. وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يكون الروتين عجبكو. لو عجبكو بقى بتنسوش تعملوا لايك. وتشتركوا في القناة وتعالوا الجرس. ويلا سلام.